بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أسرة الشيخ محسن عجيل الياور الجربة شيخ قبيلة شمر وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم الشيخ محسن الجربة شيخ قبيلة شمر سائلا المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء واستذكر أمير البلاد مناقب الفقيد ومواقفه النبيلة تجاه الكويت بان الغزو العراقي الغاشم وكان الجربة قد انتقل إلى جوار ربه في العاصمة البريطانية لندن نتابع تقرير محمد لحياري من لندن التي غادر إليها مهاجرا من العراق عقب رفضه الغزو العراقي للكويت عام 1990 انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محسن العجيل الياور الجربة أحد أبرز شيوخ القبائل العربية ذات التاريخ السياسي العتيد لقب الشيخ محسن الياور بالذيب الحمر نظرا لشهامته وسرعة تلبيته بالوقوف إلى جانب المستجرين به وعمله على إرجاع الحق إلى أصحابه بما عرف عنه من حنكة وقدرة على احتواء الأمور علاوة على مال أسرته من تاريخ ومكانة اجتماعية على مستوى المنطقة الشيخ محسن هو عم الرئيس العراقي الأسبق غازي الياور وورث الشيخة عن أخيه أحمد العجيل الذي ورثها عن والده عجيل الياور والذي درب أبناءه في سن مبكرة على ممارسة دورهم الاجتماعي والسياسي فرافقه ابنه محسن وهو ابن أحد عشرة عاما إلى لندن عندما دعي رسميا لحضور حفل تتويج الملك جورج السادس عام 1937 فقد كان الشيخ عجيل الياور يحظى بمكانة لدى الحكومة البريطانية بقصد احتوائه لم تمنعه من قيادة ثورات مع مشايخ العراق لمحاربة الاحتلال الإنجليزي وتأكيدا على دورة أسرة الياور السياسي انتخب الشيخ عجيل عضوا في المجلس التأسيسي العراقي سنة 1924 عن لواء الموصل حيث اطلع المجلس بوضع الدستور العراقي ولكن الراحل الشيخ محسن الياور الجربة ورغم تلك المكانة التي امتدت لأسرته حتى اليوم رفض دعوة صدام حسين لتأييد الغزو العراقي للكويت واختار النأي بنفسه عن الأحداث واتجه إلى لندن مقرا له حتى وفاه الأجل محمد الحياري الراي